عارفة انك محتارة تعملي فطر ايه يوم عرفاض النهاردة جبتلك الحل ويلا بينا نشوف احنا هنفطر ايه النهاردة مع بعض اول حاجة هنسمي الله ونسلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسليم بشرت في الكبة كده حوالي 3 بصلات وحطت عليهم معلقة سمنة ورفعتهم على النار وجبت حلتين حطت فيهم مياه وبرضو رفعتهم على النار طلعت فرخة وحطتها بقى كده تفك شوية وبدأت اللي انا قطعها اول ما بدأت اللي يتفك بنسبة 50% قطعت الفرخة على 12 قطعة وبعد كده اول ما المياه غليت نزلت بالفراخ اللي انا قطعتها جوه المياه وكمان جبت كيس مكارونا وحطيته في المياه بعد ما غليت حطت شوية ملح على المكارونا ودتها تقليبة وطبعا هنا كان عندي فلفل الوان حطيته على البصل علشان خطر يتشوح مع بعض صليتي على الرسول طب يلا بسرعة صلي على الرسول وما تنسيش تعملي متابعة للصفحة كل سنة وانتم طيبين حطيت فلفل اسود وحطيت معلقة صلصة طماطم معلبة واحط ربع كباية مياه وهسيب بقى اللحمة كده تستوي مع بعضيها جيت بقى هنا عند الفراخ بعد ما غليت وطلعت الريم من فوق الوش حطيت ملح وحطيت فلفل اسود وحطيت طماطمية ورقتين من ورق اللورة حبيتين من الحبهان شوية كده من بهرات الفراخ وبقت معايا كده تمام وسايبها تعيش حياتها اللحمة تعصجت بعد ما حطيت الملح وجبت بقى هنا معايا معلقتين من السمنة عليهم معلقتين من الدي ومكعب مرق الدجاج قلبت كله مع بعضه وهي هبدأ دلوقتي أنزل باللبن تدرجيا بس لما يديه يتحمر معايا شوية طبعا أنا مش هحط أي إضافات تاني للباشاميل علشان خاطر يبقى طعمه حلو طبعا هيديكت نفس الطعم الكريمي لو عملتيه بنفس الطريقة ديت وكمان بحط مغرفتين من مية سلي المكارونة بتدي طعم حلوة جدا للباشاميل هحط بقى الملح والفلفل الأسود وكمان هحط شوية شطة على الباشاميل ما تنسيش اللي احنا حطين مرق الدجاج في الأول جيت بقى هنا علشان خطي نحضر مع بعض صانية المكارونة نص كمية المكارونة حطيت عليها الباشاميل وفرتتها في قلب الصانية وبعد كده نزلت بكمية اللحمة وهكذا المكارون بقيت الباشاميل الكريمي السايح اني حطيته فوق الوش بالشكل ده كده وهحط عليهم شوية جبنة متزرين لو متوفرة عندك لو مش عندك تقدر تدخليها الفرن كده وطبعا ممكن تعملي بضاية وتحطيها فوق الوش تعالي بقى نشوف الفراخ الكنتاكي هنعملها ازاي حطيت بضاية ملح وفلفل اسود كباية مية نص كباية من الزقيق وخلطت كله مع بعض وكمان حطيت شوية كركم عشان يدي لون حلو قوي للفراخ وكمان حطيت حوالي معلقة كبيرة من الخل نزلت بكمية الفراخ كلها بالشكل دوت جوه الطبق عندي هنا كيس من الفيجتار حطيت عليه كوباية من البقسمات وبس كده تقدر تستبعدي البقس الفيجتار لو مش متوفرة عندك بس هتحطي طنبودر بصلبودر بهرات فراخ ومتنسيش الملح بعد كده قلبت كله مع بعضه ويحمرت الفراخ بالشكل ده كنتاكي ده ولا مش كنتاكي اكل سهل وسريع وطعم عحل ومنجزة كبيرة وبفرخة واحدة بس تقدر يتأكل البيت كله كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم بألف خير السلام عليكم